دياز تنتظرنا مباراة صعبة في ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي قال الدولي المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني إن الفريق الملاكية تنتظره مباراة صعبة في ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي الإنجليزي لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وأضاف الأسد الأطلسي في تصريح لشبكة TNT Sports أن الميريندي قدم مباراة كبيرة ورائعة على الرغم من التعادل في الذهاب بي 3-3 وشدد لاعب الريال بأن فريقه كان قريبا من الفوز أمام الستيزنز أمس على أرضية ملعب سانتياب بيرنابيو في مدريد وأشار دياز إلى أن مباراة أمس اتسمت بالجودة والندية مؤكدا أن اللقاء كان طبقا كرويا مميزا لعشاق الساحرة المستديرة وواصل مع خروج المباراة بنتيجة 3-3 سيكون كل شيء على المحك في ملعب الاتحاد أمس كانت مباراة قوية للغاية ورائعة وبخصوص عودة الميريندي في النتيجة بعد التأخر 3-2 أفاد دياز إنه سانتياب بيرنابيو حتى لو كنت في وضع غير جيد فأنت تعلم أنه يمكنك العودة في النتيجة كان بإمكاننا تسجيل الهدف الرابع أتمنى أن يحدث ذلك في الإياب جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين مانشستر سيتي وريال مدريد ستجرى مساء الأربعاء المقبل على ملعب الاتحاد ترجمة نانسي قنقر